في عقدة تصفية الحسابات على أرض العراق وتحقيق المصالح التي من شأنها إشعال فتيل الأزمات المستمر يضع بغداد أمام حلول ضرورية من بينها البحث عن سيناريو الأوفر حظاً لقاء بايدن والكاظم المرتقب ينتظره الجميع بمن فيهم العراق الرسمي والشعبي وكذلك الخارجون عن القانون الذين لا يريدون تواجداً أجنبياً على الأرض وهنا في صعوبة الحل تكمن مهمة الكاظم التي يطمح منها سياسيو البلد المتأزم أن تخرج بحلول تنهي المعادلة الأكثر دموية التي يقف فيها العراق بين إيران وأمريكا على وجه الخصوص متجرعاً تقاضف البلد بين أيدي الطامعين فيه نيويورك تايمز كشفت معلومات عن إبقاء القوات الأمريكية والبالغ عدد أفرادها 2500 عنصر لكن مع تحويل المهمة وتغيير المسميات على الورق لكن مصادر من البنتاجون رجحت عن إعلان مواعيد خروج قوات أمريكا تزامناً مع زيارة الكاظم ولقائه ببايدن الخيران متاحان أيضاً أمام حكومة الكاظم لترجح التوازن بين أقطاب التوتر على الساحة العراقية لكن حكومة الكاظم لم تخفل أيضاً عن أهم ملفات تواجه العراق مثل حقوق الإنسان والانتخابات وجائحة كورونا والتعاون الاقتصادي كما هو والتعليمي وثائق أشرتها التغيير كبنود للحوار الاستراتيجي الذي ربما سيكون الأخير لكنه بداية لتقرير مصير العراق الجديد ترجمة نانسي قنقر